اخذها مني تعرف منه اللي راح يحدد سيكون عليها يعني شوية انه اللي يحدد رئيس امريكا يمكن يكون العراقيين نفسه نقول لي شلون الولايات الوحيدة اللي الان ترجحة في امريكا انت عوفك من كل الولايات محسومة الولايات كاليفورنيا رايحة لديمقراطيين الولايات معروفة منه تروح منه ماتروح هناك سبع ولايات ميشيغان قدد منه راح يكون الرئيس الامريكي ميشيغان اغلب يخددون الفرق تعرف كم الف نفر قالي ذاك المرة بايدن ربح في دعش الف صور تعرف الجالية العراقية هي اكبر جالية في ميشيغان وهم كلهم اعلنوا تأييدهم الى الله ومعناه الجالية الكلدانية والعراقية يعني كلها بكل مكوناتها هذولا راح يحددون من الرئيس القادم يعني من أنا شنت اقول وبمقابلات كثيرة انتوا ما عرفتوا تقدرون قيمة العراقيين اللي موجودين بالخارج ساوون لوبي كنتوا تمشون على هواكم هؤلاء اللي راح يحددون منه راح يكون الرئيس الامريكي خذها مني ثق هذولا راح يغيرون المعادلة بالانتخابات يعني العراقين اللي بمشيغان راح يحددون مصير ترامب او هاريس طبعا اما اكثر من مئة الف مئة الف عراقي موجودين في ميشيغان يا اخي من الكلدانين ترامب ثلاث مرات راح يزار ميشيغان وفي هاريس هاي اربع مرات تروح اللي راح يحدد المسلمين راح اقرأ الاخبار المسلمين في ميشيغان في ديتروي هم اللي يحددون التغيير المعادلة هذول يسموه سوينغ ستيت تبع ولايات اشتركوا في القناة